بسم الله الرحمن الرحيم التربية الوطنية للصف الرابع عن واندرستاليون الحوار وحسن التحدث ذهبت أنت وزميلك إلى مكتبة المدرسة لاستعارة قصة وفي أثناء بحثكما اخترتما القصة نفسها ولم يكن في المكتبة إلا نسخة واحدة منها وقد أراد كل منكما أن يأخذها أولا فكيف تتصرف؟ كيف تتصرف يا رابع؟ هل تتصرف بالخلاف والشجار ورفع الصوت عاليا لأخذ القصة كما هو في الشكل أمامي؟ أم تتصرف بالحوار والهدوء للوصول إلى اتفاق وحل هذا الخلاف؟ هذا هو عنوان درستنا بداية نتعرف ما هي أسباب التي تؤدي إلى نشوء الخلاف بين الأفراد واحد أنانية بعض الأشخاص ثانيا عدم الالتزام بالقمانين والأنظمة والتعليمات ثالثا عدم فهم الآخرين ورابعا الاختلاف في الرأي كل هذه الأسباب تؤدي إلى نشوء الخلاف بين الأفراد كيف يمكن حل هذا الخلاف؟ الحل هو الحوار ما المقصود بالحوار يا رابع؟ الحوار تبادل الرأي أو الكلام بين الأطراف بخصوص موضوع معين للوصول إلى حل مناسب يرضي جميع الأطراف إذن هو تبادل الرأي أو الكلام بين الأطراف يا رابع بخصوص موضوع معين شو ما كان هذا الموضوع؟ للوصول إلى حل مناسب يرضي جميع الأطراف هذا الحوار له آداب ما هي آداب الحوار يا رابع؟ واحد الصبر ثانيا حسن الاستماع للذي يتحدث أمامك ثالثا احترام الآخر ورابع القول الحق وخامسا القول الحسن وثالثا الكلمة الطيبة ما هي فوائد هذا الحوار؟ واحد زيادة تماسك المجتمع ثانيا الإصلاح بين الناس وثالثا كسب ود أي محبة الآخرين واحترامهم بعد الانتهاء من عنوان الدرس وحفظه الرجاء يا رابع انفتح الدفتر صفحة جديدة يوم وتاريخ وعنوان وحل الأسئلة في صفحة 47 أولا السؤال الأول ما هي أسباب حدوث الخلافات بين الأفراد؟ السؤال الثاني ما هي فوائد الحوار؟ والسؤال الثالث ميز السلوكات الصحيحة من السلوكات الغير صحيحة في الحوار الآتي بينك وبين زميلك ألف أبدأ جلسة الحوار بالسلام على زميلي با لا أكترس كثيرا لما يقوله زميلي جيم أحسن الاستماع لما يقوله زميلي ودال أصبر على رأيي أصر على رأيي حتى لو كنتم مخطئان ها أنتبه لزميلي في أثناء الحوار ووو احترام رأي زميلي وزين أنظر إلى زميلي في أثناء الحوار تمتم بخير طلابي ترجمة نانسي قنقر